الحمد لله رب العالمين طبعا هنعملنا فيديو وكيف الوجود دي لسه عندك شغالة كانت في طاعمة كانت في طاعمة قددنا تقريبا شهرين وشوية شهرين ونص شهرين ونص أو ثلاث شهر بكتير يعني بسم الله إن شاء الله معدل تحويل عندك مية مية همدتله مية دولة باج عشان توصل معدل التحويل ده الحمد لله ربنا في الأول هو بدي تعب بس لمغزة وبنشتهد لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى بيدينا تعبنا والشجانة ده انت شغال كده على طول في السلالة دي ما فكرتش تجيب مستورة ما فكرتش مستورة ده إننا عاوز أجول الشغل بتاع البهام البلد في البلد ناجح معاك عاوز أخلي المغزة كله يا ربي زي عشان خطر المغزة بجي عجلنا متوفر وكده مش نحتاج لأي بهاي منبارة احنا مغزة بنبارة بتدعمنا ماشي عشان خطر المغزة الغلق والاستلاك الكبير لكن احنا كل شغل نحنا بالنسبة لي انا شغل بلدي انت بتبدأ معا من الرضيع بابدأ معا من 40 يوم ممكن اجيب بطش لمغزة عنده 25 يوم 30 يوم أو 40 يوم بابدأ معا بي لكن ممكن لمغزة يصدف جدابتش بي واخده برضه ده موجود وده موجود كل شغلك ده للمحل بتاعك كل ده للمحل طبعا مش ما بيعمله جباني ده بيتتبح لحسابك بطلع عيكي من هنا على الدمية عشان حرام اتعد فيه وربي بالطيجة ديت وبعد كده للمغزة تبيعه التصافي كام عندك لعدا عندي التصافي عالية بالصراع النبض 60% مسلا اكتر من 60% الحمد لله الخلط طبعينها ولا غيرت بالنسبة للكبير ده الخلط طبعينها بس فيه سوي بسيط كده في خلطة الصبح المعمل ما نقوله عشان الناس يستفيد منها نقوله عشان الناس يستفيد منها بص يا دكتور هو انا هممكن اقولها لأي حد بس انا اخاف ان هو يستعملها غلط لا انت قوله اقول الصح ايه انا بستعمل درع وجه في الصبحية سادة سادة من غير دخول اي حاجة عليها درع وجه حب ولا بتحنها نعمة جدا نعمة بتحطها على التبن على التبن بس في الصبح ده سر الخلطة بك درع وجه الصبح الصبح بس عالفة واحدة في اليوم هم بياخدوا كم عالفة في اليوم سبعة وسبعة سبعة كيلو لا سبعة سبعة وسبعة الماء بتحط كم كيلو في العالفة الواحد ممكن لما افزى الاشكمة ممكن ياخدوا لهم في معدل العلد اتنين ونصف في الصبح اتنين ونصف دورة الصبح اه اتنين كيلو يعني اجل منسوب طب والعالفة بتاع بالليل والعالفة بالليل دي بحطه طبعا نظريا بالكذب بالمجنم بالكيلو بالكيلو حسب الوزن كذب ايه تركيب ولا كذب لا ده انا بواكع الفيديمكس بواكع الفيديمكس بس بواكع الفيديمكس بس اللي هو العالفة بكام الطن الواحد 11000 وبيعمل معك معدل تحوي ده بياخد كم كيلو من العالفة بديله اتنين كيلو ونصف هو كل واحد يقول لك لمغزك وليل عليه بس العالف كل ما تخف منه كل ما يديك منسوب يديك عض ويديه منسوب انا عاوز اعمل هيكل للعالف عشان خاطر يديني واجد للعالف ما ممكن هتاجل عليه هي لو اقفل البره ما يبجي حدة العالف مش هستفاد منه هطلع عمتين كيلو هيخسر معايا انا عزل 6550 فلازم افتح المجال معايا صحيح لازم يجيب خشب وكده اعطيني المنسوب دوت انت شايف ساعتك دي شهر ونص ده كان باتش بيشهر بلابن انا طلعت لك بيشهر بلابن في البره احنا كده ممكن العشد ما تكملش عندك 10 شهور ما شاء الله يوصل 10 شهور انا هاخسر كده طب 9 شهور بما يقرب من 9 شهور وباتش 9 شهور يوصل ل450 يوصل لحوالي 450 كيلو 470 كمان وممكن عجول تفل اتماعاتي 550 احنا شوفنا ببناغانة 9 شهور وزنه 480 كيلو طب سيادتك لماغزة العجي بيوبطه حامد اها العجي ده اها فهمنا كيف انا جبته ده كان تعبان بيموت بص كده منسوب بوجه عمل ايه الله يبراكك منسوب عمل ايه ده برضو على الدرع والعلب انا وديته عند سيادتك ده الواحدة قبل كده قلتلي اتعب معا شوية العيدات لماغزة ان عملت اللي علي فيه وربنا كرمنا في وعد الحمد لله رب العالمين الله يبراك لك حاجة سنته بعد ما كبره علوته ده كان بيش هلماغزة بجرطين ده والله كان بيش هلماغزة بجرطين قلتلي خليه ايه هو فاتح معاه في المجال ما بيش بريميكس هو الفيديميكس العلف والدورة الصوت ما عنديش الكلام ده ايه ما عنديش الكلام ده ايه بدي طج الدريس فالنهار لازم طج الدريس فالدورة لازم طج الدريس فالدورة علشان خطر لماغزة العجلة ما يحضرش مني ونحضر مني هيتعب يبقى بتدي على الفتيل والدريس ايوه عشان لازم دي هتعتبر العليجة الخضر اللي بديها انا المادة الملع ماشي دي بص دي لازم في العجلة بالزياد اللي هتطلعوا وعاوزوا يعمل هيكل ده دريس باسيم حجاز ده ايه باسيم حجاز ناشف يعمل ارباح تلف جينة اربعة ومتينة اربعة ونص ما فكرتش تحطه في فول البلا دي حطيت في البداية حالو ايوه عندي جوه هوتو عريل سعتك شكاير جايبها من فول للأكل ناجح الكلام ده حطيته في البداية عشان العصر عشان عصر بالعجل يعني هل ممكن يحل محل فول السوية بص ساعتك مفيش حاجة تحلم ليه داخلة ودادي اللي داخلة عشان مكدب فيها اه لا يعني في ناس الوقت بدأت تستبدل فول سوية بالبلدي فول السوية ساعتك ابيه انا مش هم بستعمل خالص عندي تمام انا مش هم بستعمل خالص عندي انا بستعملوا العجل صغير علشان يديني انت عصر للعجل اتطمن عليه في الزحلة جديد في المرزة بعد احترام ليك اه اتطمن عليه لكن بعد كده الشخص تشتغل بفول البلدي وبصوا ممكن احوشوا بعد واضع معايا من العجل احوشوا يعني كده لهم احوشتوا حوشتوا عنهم كده لا خلاص مش هديهم في البلدي تاني دول اوه دورة وعالف اه ما اديكش ايب بصال عمنابه بص باشا لما يجيلك التأمين ما تأمنش على الحاجات الكبيرة مش اندبح لا لا على الدمين وعلى العجل الصغير والبقرات والبقرات دوت اول واخر سبع عيناء دوت لسه فترة شوية سبع عيناء دول هم اللي عندك دول هم جاهزين للدميح الاثنين بس انا مش هتبعها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة